إعادة ترتيب البيت الداخلي لسونتراك وإضفاء ظروف عمل مواتية ورفع القدرات الانتاجية للبترول والغاز على المدى المتوسط والتكيف مع متغيرات سوق الغاز بما يضمن ضمان توريد الغاز الجزائري خلال السنوات القادمة هذه هي الأولويات التي تتضمنها خارطة طريق الوافد الجديد إلى مبنى سونتراك بحيدرا حسب ما علمته الشرق نيوز من مصادر موثوقة مومن ويلد قدور والذي رافقت عودته ضجة اعلامية غير مسبوقة حول خلفيات التعيين بدأ منذ تنصيبه قبل أيام في القيام بتحركات إلى عدة مواقع ومنشآت في حاسم سعود ومناطق أخرى للوقوف على مختلف استثمارات المؤسسة التي تعثرت في الأوينة الأخيرة في عدة ملفات أبرزها ما تعلق بتسويق الغاز الجزائري مع اقتراب نهاية أجال العقود الحالية وتفضيل الطرف الجزائري لضمان استقرار مبيعات الغاز عن طريق عقود آجلة في مقابل رغبة أوروبية في التعامل بصياغ أكثر مرونة في السوق الفورية الحفاظ على علاقات سونتراك مع شركائها التقليديين والإستراتيجيين ملف يحظى بأولوية عالية لدى ويلد قدور على خلفية مشاكل اعترضت سونتراك في الفترة السابقة مع مؤسستي توطال وريبسول اللتان لجأتا للتحكيم الدولي حول تقسيم الأرباح الناجمة عن تسويق البترول والغاز من الجزائر ملفات كثيرة تنتظر ويلد قدور فكيف سيتمكن الرجل الأول في سونتراك من التعامل مع الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المؤسسة والمشهد الطاقوي الوطني والعالمي على حد السواء